رئيس الوزراء السوداني يؤكد استمرار دعم الكهرباء والدواء والدقيق المنتخب السوداني يصل الدوحة لملاقاته منتخب ليبيا والهلال يستانف نتق تحذيراته بالجوهرة الزرقاء ايطاليا لحصم تأهولها مبكرا على حساب سويسرا وتركيا في مواجهة مصرية امام ويلز في امم اوروبا اليين حياكم الله مشاهدين واهلا بكم اخبار المساء من قناة الهلال معكم انا محمد يوسف البداية بشأن السوداني كشف رئيس الوزراء السوداني دكتور عبدالله حمدوك عن خطة جديدة لمعالجة الاوضاع الاقتصادية وانشاء غرفة للسلع الاستراتيجية لامداد البلاد بصورة مستقرة للستة اشهر القادمة واعلن حمدوك في مؤتمر صحفي مساء امس بانه سيقوم بالاشراف المباشر على الخطة الاسعافية هذه وتعهد بالاعلان عن قرارات تفصيلية اخرى خلال الاسبوعين القادمين لتنفيذ بنود الخطة الاسعافية كما اكد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك ان الضائقة الباعشية التي يعاني منها الشعب السوداني متعددة الاسباب وقال ان هناك اياد خبيثة تسهم في تعطيل عجلة الامتاج ودلاب العمل الحكومي وسير عمل القطاع الخاص وكذلك تحرض على الانفلات الامنية وقطع حمدوك بان حكومة الثورة السودانية لن تتهاون في حسم تلك الجهات بما يقتضيه القانون والسلطة الممنوحة من قبل الوثيقة الدستورية اعرب الفريق اول محمد حمدان داقلو النائب الاول لرئيس مجلس السيادة الامتقالي رئيس اللجنة الوطنية العلية لمتابعة تنفيذ اتفاق جبال السلام على شكر السودان وتقديره للدعم الكبير الذي يجده من بعثة الامم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الامتقالية واطلع سيادته خلال لقائه بمكتبه بالقصر الجمهوري اليوم بوفد البعثة برئاسة فولكر بيرتوس الوفد على سير تنفيذ اتفاق جبال السلام مشيدا بالتواصل المستمر الذي تقوم به البعثة مع الحكومة السودانية واوضح فولكر في تصريح صحفي ان اللقاء تناول عددا من القضايا العالقة فيما يلي تنفيذ اتفاق جبال سلام السودان وقال ان النائب الاول ابلغه ان اللجنة الوطنية العليا لمتابعة تنفيذ اتفاق جبال السلام ستصدر قرارات مهمة خلال الايام المقبلة فيما يتعلق بتأثيس القوات المشتركة لحفظ السلام التي ستكون من القوات النظامية وشركة السلام اعلنت الوساطة الجنوبية عن رفع الجلسات التفاوض المباشرة بين الحكومة الامتقالية السودانية والحركة الشعبية شمال لاجراء مزيد من المشاورات بشأن القضايا الخلافية بين الطرفين وقال مستشار رئيس جمهورية جنوب السودان لشؤون الامنية رئيس فريق الوساطة الجنوبية تود قلواك في تصريح صحفي قال ان الوساطة ستقوم باجراء اتصالات بين وفدي الحكومة الامتقالية والحركة الشعبية شمال لتقريب وجهات النظر وذلك لتهيئة الظروف لانطلاقة جولة التفاوض القادمة مضيفا ان الوفدان توصل لتفاهمات كبيرة بشأن القضايا الخلافية واوضح توت انه لم يتبقى سوى اربع نقاط من تسع عشر نقطة كان يجري التفاوض حولها حضرت الهيئة العامة للارصاد الجوية في السودان من امطار غزيرة في ولايات مختلفة وقالت وحدة الانذار المبكر بحسب تعميم صحفي اليوم الاربعاء من المتوقع ان تتأثر شمال كردفان القضارف سنار النيل الازرق جنوب كردفان غرب كردفان بتكون لصحب الرعدية التي تؤدي الى هطول امطار متوسطة الى غزيرة مصحوبة بنشاط الرياح والزوابع الرعدية واشارت الى ان مدينة الابيض ستتأثر برياح عالية وزوابع رعدية قوية وطالبت الهيئة العامة للارصاد الجوية واستخدمي طرق المرور السريع بتوخي الحذر والحيطة كشف مدير الادارة العامة للتعليم الثانوي بوزارة التربية والتعليم بولاية الخرطوم بابيكر بخيت بان عدد الطلاب الجالسين الامتحانات الشهادة الثانوية للعام الفين وواحد وعشرين بولاية الخرطوم يبلغ الف وخمسمائة وفاصل سبعة وخمس وخمسين طالبون وطالبة بعد اضافة طلاب مراكز الطوارئ واضح ان الطلاب يوزعون كما قال ان عدد البنين من الطلاب يفوق السبعين الف والبنات يفوق اكثر من ثمانين ومجمل الطلاب النظاميين بلغ اكثر من ثلاثين طالب وطالبة واكد مدير الادارة العام للتعليم الثانوي جاهزية الادارة لانطلاق امتحانات الشهادة الثانوية في موعدها مع ضرورة الالتزام بالضوابط والاشتراتات الصحية كشف اتحاد اصحاب العمل السوداني عن تكوين لجنة جديدة للدراسة الاثار التي نجمت عن الاجراءات الاقتصادية على القطاعات التجارية والصناعية والنقل والزراعة والامتاج الحيواني واعتبر الاجراءات حل لكثير من المشاكل الاقتصادية بيد انه اشار للتأثيرات السالبة والحرجة على القطاعات خاصة الصناعات الصغيرة والحرفيهم وقال رئيس الاتحاد هاشم مطر قال ان اللجنة قدمت حلول جديدة لمعالجات تخفيف حدة تلك الاجراءات ووصف خلال مخاطبته المؤتمر الصحفي لاجراءات بالجراحات الاليمة على رغم من اهمية الاصلاحات الاقتصادية والتي من اوجب واجبات الحكومة في ظل التشوهات التي صاحبت الازمة الاقتصادية لعقود من الزمام كما كشف رئيس الاتحاد عن تقديم القطاع الخاص رؤية جديدة للحكومة السودانية فيما يلي الاصلاح الضريبي من خلال توسيع المظلة الضريبية وزيادة الكفاءات الضريبية ونادى بضرورة انفاذ خفض المنصرفات الحكومية وانفاذ برامج الدعم المباشر كحزمة واحدة لمعالجة الاثار السالبة والقوية التي تلقي بظلالها على الشرائح الضعيفة ونوها لهمية تحسين المواصلات والنقل وسكة حديد كحزمة متكاملة نحن نفتكر انه الاجراءات المطلوب منها غير التوغيط غير الحوافز المفروض تقدم في بعض الاجراءات المتابعة اللصيغة للأداء بتاعها دي كفيلة بانها تنجح او تتسبب في نجاح المشروع او تتسبب لغضر الله في فشله فالمسألة التي انا افتكر انه هي ضرورية الان الاجراءات القبلة الاخيرة اللي هي الاجراءات تحت تحرير صعر الصرف مع تعييدنا له ومعرفتنا انه هي برضو اجراء كان لابد منه وجراحة لابد ان تحصل لكن نفتكر انه كان مصاحباها اجراءات كثيرة اجراءات اقتصادية وسياسية وحقات راية عام وقانونية وقد تكون امنية في كثير من الاشياء دي برضو ما تمت بالطريقة المطلوبة ولا في التوغيط المطلوب دي انا ما دعا اقول انه قد تهزم الفكرة لكن مؤكد بتضعيفها واضعافها ما في مصلحتنا ما في مصلحت اي مواطن سوداني حياكم الله رياضيا وصلت صباح اليوم العاصمة القطرية الدوحة بعثة المنتخب السوداني الاول لكرة القدم لملاقات المنتخب العشر من شهر يونيو الجاري ضمن مباريات الملحق المؤهل لكأس العرب العام المقبل كما اجرى المنتخب السوداني مساء سمرانه الاخير على ملعب الجوهرة الزرقاء في الخرطوم قبل ساعات من توجه للدوحة من جانبه كشف الفرنسي هوبير فلود المدير الفني للمنتخب السوداني عن استعدادات سقور الجديان لمواجهة ليبيا حيث قال نفذنا برنامجا اعداديا كبيرا على المستوى التكتيكي والبدني خلال الفترة الفائتة هذا الاعداد الخاص سيجتمل على دينماكية اكثر وتكتيك وسوف نخوض تدريبات بالعاصبة القطرية الدوحة قبل المواجهة الفاصلة استانف فريق كرة القدم بناد الهلال نسق تحضيراته الجادة والقوية على ملعبه بامذرمان في طار تحضيراته المتبقية في مسابقة دوري المنتاز لكرة القدم حيث اجرى الفريق ميرانا صباح اليوم واشتمل الميران على تدريبات بدنية وتكتيكية كما اجرى الطاقم الفني تقسيما في منتصف الملعب شهدت العديد من الاهداف كما اخضع البرتغالي لعبين لتدريبات تنفيذ ضربات الجزاء في الجزء الاخير من الميران وشهد الميران انضمام الثنائي الوطني عمر المصري واللاعب والضاح لتدريبات الفريق عاقب فراغهما من المشاركة مع المنتخب في موبرتي المنتخب امام زنبية ومن المتوقع ان يعود اللاعب عيد مقدم للتدريبات من خلال ميران الغد هذا وكان البرتغالي ريكاردو المدير الفني للهلال قد منح اعضاء الفريق راحة عن التدريبات تقديرا للجهود البدنية المضنية التي بذلوها خلال الفترة الماضية سجل المهندس ابراهيم سليمان مدير دائرة الكرة بناد الهلال زيارة البرتغالي جواو موتاء المنظم حديثا للطاقم الفني لفريق كرة القدم بناد الهلال وذلك بمقر اقامته بالخرطوم ورحب سليمان بالبرتغالي متمنيا لها توفيق في مشواره مع الازرخ الجدر بالذكر ان البرتغالي جواو موتاء المنظم حديثا للطاقم الفني بناد الهلال في وظيفة المدرب المساعد وصل العاصم السوداني الخرطوم مساء امس الاول كما ظهر صباح اليوم الاربعاء في اول ظهور مع الفريق خلال ميران اليوم الصباحي وذلك في اول تعديل يطرأ على الجهاز الفني البرتغالي الذي يرأسه ريكاردو قرر مجلس دارة اتحاد الخرطوم رفع التزميد عن نشاطه بعد ان اتخذ قرارا امس الاول بتزميد انشطته بما فيها دور الدرجة الثالثة الثلاثة الاولى والثانية والثالثة وجاء القرار بعد اجتماع عقد مساء امس بين الاتحاد ووزير الشباب الرياضة السوداني تعهد من خلاله الوزير بعدم التدخل في شؤون الامدية على ان يتم حلم نزاعات بين المفوضية واللجنة القانونية لاتحاد الخرطوم وكان الاتحاد قرر تزميد انشطة بعد تدخل وزير الشباب الرياضة في شؤون الادارية لعدد من الامدية السودانية حياكم الله رياضيا تتطلع ايطاليا لتأكيد بدايتها القوية في كأس اوروبا لكرة القدم عندما تستقبل سويسرا اليوم في روما بالجولة الثانية بالمجموعة الاولى وحققت ايطاليا سلسلة جديدة من تسعة انتصارات دون ان تهتز الشباك الفريق وبحال فازت في العاشرة تواليا ستتعدل مع حققته في التصفيات عندما حققت عشرة انتصارات متتالية ضمن مجموعة ضمة فاللمدا واليونان والبوسنة والهرسك وستضمن ايضا التأهل لبدور ثمن النهائي وضمن نفس المجموعة الاولى تبحث تركيا عن التعويض عندما تلتقي ويلزا في باكو وعجزت تركيا عن فرض اسلوبها امام ايطاليا وبدأت ضعيفة هزوميا وظل هدفها المخضرم بوراك يلماض منعزلا معظم المبارات في المقابل تأمل ويلزا الخروج بنتجة ايجابية تتيح لها الامل في الوصول لدور الثاني وهي تعول على قائدها جاريث بيل بجانب المهاجم مور صاحب هدف التعادل ضد سويسرا وتمثل المبارات همية كبيرة لويلزا خصوصا بانها تواجه ايطاليا القوية في الجولة الثالثة الاخيرة بامتهاء الشوت الاول من دون اي اهداف اخبار المساة في ختامها اذكر بابرز عربي رئيسه والوزراء السوداني يؤكد استمرار دعم الكهرباء والدواء والدقيق المنتخب السوداني يصل الدوحة لملاقات منتخب ليبيا والهلال يستأنف نسق تحضيراته بالجوهرة زرقاء ايطاليا لحصم تأهولها مبكرا على حساب سويسرا وتركيا في مواجهة مصرية امام ويلز في امم اوروبا الليلة اذا كانت هي اخبار المساء لمزيد من الاخبار زور موقع قناة الهلال الفضائية على الانترنت وقناة الهلال تسعدوا لعرائكم وتعليقاتكم عبر فيسبوك شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء